من جديد برحب حضراتكم وبرحب ضفتي الكريم أستاذ مناقشة الباحثة بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية برحب حضرتك أستاذ المشاهدين خليني أبدأ معك ألمانيا بتمثل ورقة هامة جدا في معادلة تحركات جماعة الإخوان في أوروبا كيف تفسرين الضربة الجديدة التي تلقتها كيانات الإخوان في الداخل الألماني بطرد كافة الكيانات تابعة للجماعة الإرهابية وعلى رأسهم إبراهيم الزيات الإخواني هو بيعد بمثابة وزير مالية للجماعة في الداخل الألماني والحياة تم أيضا إقصاءه من جميع مناصبه داخل المجلس الإسلامي وبردو عايز حضرتك تعرفي هذه الشخصية إبراهيم الزيات إيه طبيعة الدور اللي كان بيقوم بيه لأنه كان عنصر فاعل جدا داخل ألمانيا وله نشاط خاص جدا في توسيع القاعدة الجماعة في الداخل الأوروبي في البداية سوزة لما إحنا ممكن نقرأ الكرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بطرد كافة الوجهات الإخوانية وكافة العناصر الإخوانية من المجلس وفي مقدمتهم المركز الإسلامي في ميون أخواء ما يطلق عليه وزير مالية الجماعة في أوروبا هو إبراهيم الزيات في إطار مجموعة من الجهود الحاسيسة التي اتخذتها السلطات الألمانية مؤخرا لتعقب نشاط جماعة الإخوان والكشف عن خطورتها داخل المجتمع الألماني أيضا هذا القرار يأتي بعد موجة كبيرة من المطالبات الأحزاب الألمانية بفرد وبسن المزيد من التشعات والقوانين لتطويق خطر جماعة الإخوان فيما يتعلق بإبراهيم الزيات هو بالفعل شخصية محورية وزات أهمية كبيرة لنشاط جماعة الإخوان الإرهابية سواء في داخل ألمانيا أو في أوروبا بشكل عام هو من أب مصري ومن أم ألمانية وبيلعب دور يعني تولى العديد من المناصب القيادية داخل المنظمات والمجالس والمراكز التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في ألمانيا وأيضا كان ليه دور كبير جدا في تجنيد العديد من فئة الشباب داخل الأرجالية المسلمة داخل ألمانيا للعمل في صفوف جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي يمثل طرد شخصية محورية في الجماعة مثل إبراهيم الزياد ضربة قوية لجماعة الإخوان سواء كنا نتحدث عن ألمانيا على وجه التحديد أو عن أوروبا بشكل عام هل توقيت هذه التحركات وفيما يتعلق بإقصاء كل العناصر أو الوجوه البارزة لجماعة الإخوان اللي كانت بتتقلد مناصب في المركز الإسلامي في الداخل الألماني التوقيت ليه دلالات ولا هي عملية تحقيقات وعملية إقصائية كانت بتتم إذا كانت من بعض نواب البوندستاك أو حتى الحكومة الألمانية نفسها ومن ثم توصلنا للنتيجة دي لا هو الحقيقة أن التوقيت ليه دلالات وده بيأتي في ضوء انكشاف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية في العديد من الأكتار وعلى رأسها مصر يمكن نقدر نقول أن مصر كان لها دور محوري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدول الأوروبية بشكل عام ضد الجماعة وده لأن مصر كانت بعد صورة 30 يونيو 2013 بدأت أنها تتحرك في كافة المحافل الدولية لتعلن أن تواجد جماعة الإخوان ومصر الخطر على الأمن القامل المصري وعلى الأمن الأقليمي وأيضا على أمن العالم ككل أيضا مصر عن طريق منصتها وكنواتها الرسمية بدأت تكشف مخططات الإخوان الإرهابية ويمكن كان مؤخرا كان في تحركات نسح نكلم عن فرق 8-9 سنين أيها يعني يمكن نقدر نقول يا سوزة لما أن تواجد طبيعي تواجد الإخوان في أوروبا تختلف عن تواجدها في منطقة الشرق الأوسط يمكن في أوروبا هي موجودة بشكل نعم وبالتالي ده بيعقد أكتر من استهدافها وتعقبها وتعقب مصادر تمويلها مسألة التمويل زي ما ذكرت سيدا زامونا في ضوء تصاعد المخاوف الأمنية وإحنا منكلم هنا الألمانية من نشاط جماعة الإسلام السياسي وعلى رسم جماعة الإخوان أي تدعيات تحركات المختلفة على سبيل مثال البوندستاك فيما يتعلق بتعقب ومواجهة تمويل هذه الجماعات وطبعا في القلب منها جماعة الإخوان لاتخذتها الحكومة التونسية ضد حركة النهضة اللي بتمثل إزراع الإخوان في تونس ولثبت مشاركتها في توروتها في العديد من قضايا الفساد والإرهاب وتسفير العناصر للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية كالتنظيمة داعش والقاعدة أو مثلا ربطة لتلقاء التنظيم سواء كان في المغرب وفي ليبيا بس يا سيدة موناس محيلي كان دايما يقال منذ تكشف هذه الجماعات وأصل الإسلام السياسي هنا في هذه المنطقة شمال إفريقيا البداية طبعا نبيئة الداخل المصري إنه الفروع أو جماعة الإخوان في دول الغربية وتحديدا أوروبا بتحدث مختلفة تماما عن وجودهم هنا في منطقة الشرق الأوسط حتى أتذكر جيدا حينما بدأت تكشف أوراق النهضة في تونس كان يقال إنه لهم صلاة بالجماعة في فرنسا وأنهم ربما مختلفين من حيث إدارة نفسهم وتسويق نفسهم للناس أو للحكومات أو للمجتمعات إيه الفرق بين وجودهم في أوروبا والجماعات هنا في الشرق الأوسط الفرق يا سيدة زلمة إنه الجماعة في أوروبا بتنتهج نهج التغلغ للنعم التغلغ للنعم يعني مش التواجد عن طريق مبارسة العنف بشكل مباشر زي جماعات الجهادية زي داعش والقادة ولكن عن طريق التواجد بصور أخرى على سبيل المثال تواجد عن طريق أدوات سياسية وأمنية من خلال التقرب يعني طرح نفسها كنموذج معتدل للإسلام والتقرب من المؤسسات الرسمية داخل هذه الدول أو عن طريق حتى في بعض الأحيان إنها بتطرح نفسها كمساعد لهذه الدول في مكافحة التطرف والإرهاب أيضا تتواجد عن طريق المنظمات الإنسانية يعني فيما تعلق بمنظمات الإغاثة وهكذا تتواجد أيضا بشكل أدوات اقتصادية عن طريق لديها استثمارات وعقارات وهيئات مالية كبيرة جدا في أوروبا ومتشعبة ولديها تصل ببعضها البعض ويمكن كان إبراهيم الزياد هو المسؤول بشكل كبير عن إدارة هذه الشبكة المتشعبة في الداخل الأوروبي ما بين أوروبا وفرع التنظيم في الشرق الأوسط أيضا التنظيم بتواجد من خلال الأدوات التعليمية والتسقفية وأيضا بيستغل مثل ومثل باقي التنظيمات الإرهابية الفضاء الإلكتروني يمكن كان أحد التقارير الأخيرة اللي صدرت عن الاستغبارات الداخلية في ألمانيا كان بيذكر أن أحد الجماعيات التابعة للجماعة هناك بيقوم بتقديم بعض البرامج التعليمية عن طريق الإنترنت باللغة الألمانية لاستهداف غير النطقين باللغة العربية وبالتالي عن طريق مثل هذه الأدوات النعمة بتحاول الجماعة التغلغل يعني نقدر نقول أن دي أحد العقبات اللي بتواجه هذه الدول في القضاء على جماعة الإخوان هي أنها لا تتواجد في هيكل أو لا تتواجد في شكل مظلة جامعة بتحت مسمى جماعة الإخوان ولكن تتواجد بأشكال أخر سيدة مونة إزاي وجود داعش والقاعدة ونشاطهم الضخم والوتيرة السريعة لنشاطهم في السنوات الماضية وتحديدا فيها الحاضر خدم جماعة الإخوان تحديدا في الغرب وأوروبا ظهور تنظيم داعش في سوريا والعرق 13-14 ده بدأ وظهوره بالصورة المستبحشة ده بدأت جماعة الإخوان أنها تستغلوا عن طريق أنها بدأت تطرح نفسها في داخل المجتمعات الأوروبية وتحديدا داخل الجالية المسلمة على أنها تمثل صورة معتدلة للإسلام بعيدة عن هذا النمط التطرفي وبدأت بالفعل في استقطاب رضاء المزيد من المواطنين من الجالية المسلمة داخل هذه المجتمعات خلينا سألك ألمانيا مثلت وجهة رئيسية لأغلب كوادر جماعة الإخوان تحديدا نحن نتكلم خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي وكان عندها هدف أو استراتيجية متعلقة باختراق هذه المجتمعات الغربية وده حدث بشكل كبير جدا بالفعل حتى أنهم تقبلوهم وتعايشوا معاهم وبقاليهم أدرع كبيرة وفعالة جدا في المجتمعات الغربية كيف تعملت المجتمعات الغربية مع هذه الاختراقات وهل بعد ما بدأ يحدث من مواجهة حقيقية لهم هل برأيك يمكن أن يحدث استراتيجية غربية جديدة للحد من تواجدهم؟ يعني في تصوري أن في الفترة المقبلة هتستمر الإجراءات لاتخذتها سواء اتخذتها ألمانيا أو دول مثل فرنسا والنمسا أو بلجيكا لتطويق خطر جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمة جماعة الإخوان من المتوقع أنها تستمر في الفترة المقبلة خصوصا أنه في حديث مؤخرا في ألمانيا على أنه بعض الأحزاب الألمانية بدأت تتقدم بمطالبات للحكومة بحظر جماعة الإخوان أيضا في تصوري أن الجماعة بدأت تشعر بهذه الحالة من الربكة وبدأت تبحث عن ملازات أخرى أو بدائل أخرى زي مؤخرا تساعدت التقارير على أن الجماعة وعناصرها بدأت تنتقل بعض القيادات ومعهم الأموال والاستثمارات إلى داخل القرى السمراء قرية أفريقيا وخصوصا مثلا في كينيا وفي أرض السومال أيضا ده يمكن ظهر بشكل كبير في تعاطي الجماعة مع الحرب الأوكرانية يعني إحنا شاهدنا أن الجماعة بدأت تتخذ موقف بيتماهى مع الموقف الغربي ومؤيد للجانب الأوكراني وكانت التفسيرات التي طلعت في هذا الصدد أن الجماعة بتبحث عن التقارب مع الجماعات الغربية وطرح نفسها كبديل يمكنهم التعاون معه أو أيضا أن الجماعة تبحث عن ملازات أمينة داخل أوروبا الشرقية عن طريق أوكرانيا خصوصا بعد تصاعد التقارير عن انتقال العديد من عناصر جماعة تتكلم عن الجناح العسكري أو بشكل عام؟ بشكل عام يعني مؤخرا تصاعدت التقارير عن انتقال عدد من عناصر الجماعة إلى داخل أوكرانيا وأيضا المنظمات التي تمثل جماعة الإخوان الإرهابية في أوكرانيا بدأت أنها تحشد للمتطوعين والعناصر للوجود في أوكرانيا للدفاع عن الجانب الأوكراني ما يتخذ من قرارات في مواجهة وجود الجماعة الإرهابية في داخل الألماني إيه هي الاتهامات المواجهة لهم؟ يعني إيه هي الأثار السلبية اللي بيعاني منها المجتمع الغربي؟ وقرر أنه يتخلص من الوجهه البارزة على الأقل في هذا التوقيت للجماعة؟ ممكن قلت لحضرتك في البداية أنه ده كان الفرق ما بين تواجد الجماعة في المجتمعات الأوروبية ما بين تواجدها في الشرق الأوسط وهي أنها في المجتمعات الأوروبية بدأت تعتمد على ولديها القدرة على التخفي مش بتمارس العنف بشكل مباشر ولكن بدأت أنها يعني تتمثل خطورتها في أنها ممكن تخلق بيئة بها أيدولوجية راديكالية متطرفة أو يعني نقدر نقول أنها قد تكون بمثابة مفرخة لانتقال العديد من العناصر الإرهابية يكتشف ذلك حين كانت هناك الكثير من حوادث التي تسمى باللون وولبس أو ذئاب المنفردة بالفعل يمكن الريت أو الوطيرة يعني بنسبة أكبر بكثير من الوقت الحالي مازالت الأوروبا بتعاني من هجمات الذئاب المنفردة ويمكن ده كان مؤشر خلي هذه الدول تتنبه لخطورة هذه الجماعات أيضا تنبهت هذه الدول إلى خطورة هذه الجماعات مع تصاعد الحديث مؤخرا عن مصادر تمويلها يمكن كان في منظمة أوروبا تراست دي أحد المنظمات المهمة لتمويل الجماع وهي مقرها في بريطانيا قامت مؤخرا على سبيل المثال بشراء عقار في حي كبير في برلين وتحول هذا العقار مؤخرا لمقار الجماع في ألمانيا وبناء عليه بدأت تصاعد المطالبات داخل الأحزاب الألمانية مطالبات للحكومة للكشف التحقيقات عن ما تكون بمثل هذه الجماعات بالعودة لحديثك عن استغلال الوضع الأوكراني والأراضي الأوكرانية هل يمكن بعد ما يحدث أو بعد ما نتابعه من مواجهات في عدة دول أوروبية لوجود كيان الجماعة يكون مقر جديد للجماعة في أوكرانيا؟ بالتأكيد يعني أنا زي ما قلت لحضرتك أن الجماعة بدأت يعني يبدو عليها حالة الربكة بعد تلقيها العديد من الدربات سواء كنا نتحدث عن التنظيم الدولي وإجراءات ألمانيا أو سوزالمة هي مقترنة بإجراءات أخرى في باقي دول أوروبا في فرنسا وفي بلجيكا وفي النمسا اللي حضرت الجماعة مؤخرا وقامت بترد عديد من عناصرها وبالتالي يعني الجماعة بتبدأ من فترة والتانية أنها تبحث عن ملازات آمنة وبالتالي أوكرانيا زي ما قلت لحضرتك في البداية قد تكون أحد الوجهات المطروحة أمام الجماعة لنقل عناصرها وساسمارتها هناك خلينا أرجع فيما يتعلق بالخمسينيات ومحدث من اختراق في هذه المجتمعات الغربية عهد إلى سعيد رمضان وهو مهندس علاقات الإخوان في الخارج وصهر أيضا حسن البنة بتنفيذ هذه الاختراقات الغربية يعني منذ دخولهم لهذه المجتمعات من يقوم بهذا الدور الآن؟ يقوم بهذا الدور الآن باقي قادة الجماعة الموجودة في أوروبا وعلى رأسهم إبراهيم مونير زعيم التنظيم الدولي للجماعة وهو المتحدث باسم الجماعة في أوروبا ومدير استثماراتها هناك أيضا يوجد العديد من العناصر والقادة التابعة للجماعة واللي بتدير شبكة المؤسسات التعليمية والمساجد والمراكز والمجالس التابعة للجماعة في أوروبا أستاذ مونة في حديثك عن استراتيجية أو آلية جماعة الإخوان المسلمين للاختراق والتواجد في المجتمعات الغربية ولو بنا تحدث في هذا المثال عن ألمانيا ذكرتي أكثر من مرة الاختراق الناعم إيه أليات هذا الاختراق أو الاختراق الناعم وكيف أيضا يؤثر على تواجدهم وصولهم مع شخصيات مؤثرة شخصيات أو كيانات سياسية في داخل المجتمعات الغربية زي ما قلت لحضرتك في البداية تغلغ للناعم ده بيكون عن طريق أدوات بعيدة عن الجزء الصلب زي مثلا الأدوات الأساسية والأمنية وزي ما ذكرت لحضرتك أن الجماعة بدأت في بعض الدول بتطرح نفسها كبديل لجماعات الجهادية زي داعش والقعدة وبدأت تطرح نفسها كمساعد ومتعاون مع هذه الحكومات لمكافحة التطرف وفي بعض الدول زي بريطانيا على سبيل المثال بدأت أنها تشارك في بعض البرامج المتعلقة بالأئمة ومكافحة التطرف وخلافه أيضا تتباجد عن طريق تقديم بعض الإعانات الإغاثية في بعض الدول واستغلالها لحاجة بعض الجليات المسلمة في هذه الدول يعني يمكن بعد 2015 تساعدت هجرة المسلمين إلى أوروبا وفي الوقت ده بدأت الجماعة تقدم المخيمات لمثل هؤلاء اللاجئين وتقدم لهم المساعدات وغيرها فبالتالي بدأت أنها تستقطب المزيد من العناصر منهم هل التحركات في دول عدة في أوروبا وآخرها ألمانيا يمكن أن تؤثر على معاقل أكبر في الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا على سبيل المثال بالتأكيد يعني يمكن زي ما ذكرت الحضرتك أنه هذه الدول بصدد إصدار أو الاستمرار في سن العديد من التشريعات والقوانين لتطويق مخاطر انتشار جماعة الإخوان وخصوصا أن الجماعة بتتواجد في شكل شبكة ممتدة عبر حدود هذه الدول وبالتالي في تعاون استغباراتي كبير موجود بين هذه الدول وزي ما قلت الحضرتك غالبا نحن بصدد خصوصا في ألمانيا حظر تقديم العديد من المطالبات لحظر الجماعة قرار مثل الذي أخذ من قبل المجلس الإسلامي في الداخل الألماني هل هو قرار منفرد من المجلس؟ أم هو قرار سياسي للحفاظ على هذا الكيان الإسلامي حتى لو كان بناء على التضحية بجماعة الإخوان وهما طبعا أكيد كيان ناشط جدا في داخل المجلس الإسلامي يعني ندر نقول أنه المجلس عن طريق هذه الخطوة يثبت أنه يعمل بشفافية كبيرة وخصوصا أنه في بعض الأوقات وجهت اهتمامات لهذا المجلس بأنه هو مظلة جامعة للمنظمات والمراكز التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وبالتالي هذا القرار بطرد كافة الوجهات والعناصر الإخوانية من المجلس بيشي بأن المجلس على تعاون وصيق مع الحكومة الألمانية وبيستجيب للتقارير اللي بتصدرها والاستخبارات الداخلية الألمانية بخطر هذه الجماعة بس التقارير لغاية دلوقتي فيها شيء من أشكال التوصية وليس قرارات من قبل الدولة لا في بعض مشروعات القوانين امتلعت مؤخرا متعلقة بالتمويل يعني يمكن دي أهم نقطة لأن تجربة العملية في هذا الصدد أثبتت أن تكفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية هو الطريق الأمثل لوقف نشاطها وتطويق مكن تمركزاتها خليني أسألك عن الأليات اللي استند لها المجلس الإسلامي فعلا في ألمانيا اللي على أساسه أخذ هذا القرار استند المجلس للتقارير التي تتساعدت مؤخرا وزي ما قلت الحضرية قدمتها وكارية الاستغبارات والأجهزة المعانية الداخلية في ألمانيا واللي كشفت عن وجود بعض المراكز زي المركز الإسلامي في ميونخ واتحاد الطلبة التابعة للجماعة تحت لواء المجلس الأعلى المسلمي ألمانيا تابعة لجماعة الإخوان وتتلقى تمويل بشكل مباشر منها وبناء علي صدر هذا القرار من المجلس شبهات حول عمليات التمويل خليني نسألك عن ردود الفعل من قبل أنصار الجماعة هل رصد أي ردود فعل لهم؟ يعني هي بشكل عام يا أستاذة لما الجماعة في مثل هذه المواقف بتتعاطى عن طريق لجانها الإلكترونية ومنصات التواصل الإلكتماعي بتبدأ في الترويج لحالة من المظلومية وأنها تحارب الإسلاموفوبيا وبتبدأ في خلق سيكولوجية للشعور بحالة من الضعف والمظلومية داخل هذه المجتمعات وبتدر عن طريق هذه الرواية أنها تستقطب المزيد من العناصر وتتغلغل بشكل أفكي أو بشكل قاعدي داخل المجتمعات المسلمة في أوروبا تحدثتي منذ لحظات عن فكرة أوكرانيا ووجودها كساحة ربما أو ملاذ أمل للكثير من الجماعات وأعتقد إحنا مش بس نكلم عن جماعة الأخوة المسلمين ولكن ممكن نشوف جماعات أخرى ولأنه كمان هي بقت ساحة كبيرة للكثير من المرتزقة في هذا الإطار هل هم مفيد من وجه نظر الجماعة أنهم ينتقلوا إلى ساحة معروف أنها الآن بها الكثير من المرتزقة ولا إحنا نتكلم بشكل أكبر عن جناح عسكري فقط وليس سياسي أو الجناح الناعم يعني كما وصف في التقرير يعني بغض النظر عن الكافية التي ستدخل بها الجماعة إلى أوكرانيا يعني في مثل هذه الحالة من حالة الحرب وحالة عدم الاستقرار الاستقرار تجد الجماعات الإرهابية بشكل عام فرصة سانحة لتمدد لاستقطاب المزيد من العناصر يمكن ذكرت مع حضرتك قبل كده في اللقاء السابق عن خطر الحرب في أوكرانيا على النشاط الإرهابي في العالم بشكل عام وذكرت مع حضرتك أنه هنكون بصدد بعد تسوية الأزمة هنكون بصدد معدلة جيل جديد من المتطرفين قادم من هناك من أوروبا معدلة عقدون جديدة هتبدأ تنتقل أيضا الأفكار المتطرفة الراديكالية في مثل هذه البيئة وبالتالي جامعة الإخوان وغيرها من الجامعات بتجد في مثل هذه البيئة فرصة سانحة للتمدد واكتزاب المزيد من العناصر هل معنى أنه ما بقى لهمش وجود في المجلس الإسلامي في الداخل الألماني وخلينا بس نقول للناس أن المجلس الإسلامي في الداخل الألماني ده ربما المجلس اللي بيضم كل الكيانات الإسلامية في داخل ألمانيا فهو مجلس ضخم ويمثل الكيانات الإسلامية في داخل ألمانيا فيعني له الكثير من الدلالات طرد الوجوه المتعلقة بكيان جامعة الإخوان الإرهابية منه هل معنى أنه لم يعود لهم مكان في هذا المجلس أنه غير قادرين على إنشاء كيانات أخرى خاصة وأنه أكيد لهم الكثير من التابعين في حتى الأجيال الحديثة من غير العرب يعني زي ما حضرتك تفضلت وذكرت يعني هي ممكن يمثل طردهم من المجلس الأعلى المسلمي ألمانيا وغيرها من الإجراءات التي بتتخذها الحكومة الألمانية والحكومات الأوروبية مؤخرا ممكن يمثل ضعبا للتنظيم لكن تظل أيديولوجيته القائمة وزي ما قلت لحضرتك أنه في أوروبا توجد التنظيم في أوروبا بيكون لديه القدرة على التخفي وراء الكثير من الوجهات المختلفة وبالتالي هو ما زال لديه القدرة على التمدد ما زال لديه المزيد من العناصر وما زال يمارس كافة الأدوات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتحديدا اللعبة على المؤسسات التعليمية والكينات الطلبية في التمدد داخل المجتمعات الأوروبية هل ما يحدث لأن الكيان كيان جماعة الإخوان إذا كان فيه الداخل الغربي أو حتى فيه الشرق الأوسط ومنطقتنا هو اكتفاد كامل لجذورهم ولا إحنا بنتكلم عن كيان أقوى من ذلك نحنا بنتكلم عن أيديولوجية ممتدة يعني يمكن ده خلاني برضو نتذكر مع حضرتك أهمية إلاء البعد الفكري والأيديولوجي أولوية في مكافحة الإرهاب حتى تؤتي هذه المكافحة ثمرها وبالتالي توجيه مثل هذه الدربات سواء لجماعة الإخوان أو غيرها من التنظمات السلفية المنتشرة الجهادية المنتشرة في أوروبا بشكل عام هو يسهم في خلخلت أو إرباك هذه الجماعات ولكن تظل أيديولوجياتها قائمة ما إن تواجه بأيديولوجية أخرى مضادة ده طبعا رجوعا للفكرة اللي ذكرت في تقرير واللي حضرتك ذكرتها إنه دخول هو دخول نعم أو عن طريق الأفكار والمنطق إنجاز التعبير لغسيل العقول أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أن أستاذ مناقشة البحثة بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فاصل قصير أنا أكون في انتظار حضرتكم مع أستاذة فريدة الشوباش